اشتركوا في القناة جهودهم الإنسانية النبيلة هي محل فخر وتقدير الجميع كلمات قالها جلالة الملك المفدى تعبر عن فخر جلالته وإشادته بالفريق الوطني الطبي برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما قدموه من جهود كبيرة للتصدي لفيروس كورونا أسهمت في انخفاض أعداد الحالات القائمة ومعدل الانتشار وأثبتت قرارات الفريق الوطني الطبي حول أغلاغ المجمعات وبعض المحال التجارية نجاح مملكة البحرين في وضع الإجراءات الكفيلة بالتصدي لفيروس كورونا والسير في الاتجاه الصحيح نشهد اليوم انخفاضا ملحوظا في منحنى الحالات القائمة بدءا بدأ عقب اتخاذ القرارات التي أعلن عنها الفريق الوطني الطبي والتي تم البدء بها في 27 مايو 2021 وليست القرارات وحدها كفيلة في خفض معدل الانتشار وكبح انتشار المرض بل التزام المجتمع بالإجراءات الاحترازية والقرارات المعلنة عنها تسهم بشكل كبير في خفض منحنى الحالات القائمة مع ضرورة المبادرة في أخذ التطعيم مملكة البحرين فعلا نجحت في وضع الإجراءات الكفيلة للتصدي لفيروس الكورونا في كافة المسارات منذ بداية الجاحة من التعامل من الفحوصات وحدز وعزو وعلاج وتطعيم ونواكب جميع المتقيرات المصاحبة لهذه الجائحة بثبات وعزيمة هذا وبدأت البحرين في إعطاء الجرعة المنشطة بالإضافة إلى تطعيم الفئات العمرية من 12 إلى 17 عاما حيث تمثل نسبة كبيرة من المجتمع وهي من الفئات الحاضنة للفيروس فأطفالنا أمانة ويتوجب علينا جميعا الحفاظ على صحتهم وسلامتهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية لهذا النوع من الجائحة بهذا الحجم حفظ صحت وسلامة الأطفال بيكون عن طريق تسجيلهم لأخذ التطعيم تسير مملكة البحرين بخطا ثابتة نحو تحقيق الأهداف المنشودة في التصدي لفيروس كورونا لكونها سباقة في حفظ صحة وسلامة المواطنين ومن يعيش على أرضها الطيبة ترجمة نانسي قنقر شكرا